اشتركوا في القناة واصلاحه منذ شهرين ولغاية الان ولم تتغير الاحوال البصرة هي تطفو على بحر من النفط واردات العراق اقلبها من البصرة تسعين بالمئة من واردات الموازنة العامة هي من البصرة والبصرة تفتغر الى ابسط حقوقها طيب شط العرب قريب علينا الاروائي في خلفنا والماء البدء امامنا طيب اللي يشكل مشاريعها مع الطلاب وانطيكيها وحدة وحدة يعني مشروع خسر عليها ستين مليار هو الاروائي اللي هسب خلفنا عليها مضخات نخسر عليها 450 مليون وانا مسؤون عن كلامي هذا 450 مليون لكن ما يضخن والله الا امر من استاذ زهير طيب ماء السيحان الجديد اللي من المنافع الاجتماعية من شركة كويت نرجي 50 الف دولار واكثر ايضا متوقف لانه بامر استاذ زهير يقول ما اسمحكم الضخون بي لانا اكم ماء متوفر بشط العرب من هذا الماء الخالس الناشد سيد المحافظ والناشد مدير ماء البصرة والناشد غي مقام ابو الخصيب بالذات والناشد استاد حسين طبعا على البور اللي شده وما ضخوا بماء الحد الان واحنا اطفالنا وجهاننا وكنا وعواننا نغسل ملابس بهذا الماء الماء سر الحياة ولكن يبدو انه قد اصبح سم الحياة بالنسبة لاهالية بالخصيب المواطنون في كل مرة يستنجدون بمحافظ البصرة لانقاذهم من هذه الكارثة ولكنهم يجدونه مسافرا في كل وقت وحين وبينت الاحصائيات الاخيرة ان اسعد العيداني يسافر اكثر من القطار في محافظة البصرة للاسف امس خابرنا وناشدنا السيد اسعد العيداني لكن بدون جدوى بلغنا اليوم مسافره وحنا صارنا اسبوع نداعي بمقابلته لكن ما سمحنا الوقت او ما سمحنا ان يقابلنا وكل ما نسبع بالاخبار انه بيبان المحافظة مفتوحة لكن للاسف الخبر مو صحيح لا تبليط ولا ماء بشارعنا ليش يرضى بها الله سبحانه وتعالى خيشورنا المحافظة يجي المحافظة ليش يصدق من طرف واحد خليه يجيلي هنا وانا فهمه انا اراوي الماء مالي واراوي اطفالي شو صار بها حساسية من وراء ماء النهر ماء حساسية منين؟ من الماء الخايش تسبح بي؟ اي وتغسل ملابسك؟ اي مديرية ماء البصرة يبدو انها قد اكتشفت ان الماء هو الصديق المقرب للنفط ولهذا فقد جعلت ماء البصرة يشبه النفط تماما من حيث السواد الطفل الذي امامكم قد ذهب جلده ضحية ملوحة المياه السؤال يكمن هنا عندما يذهب للطبيب ويقول له الطبيب ما سبب هذه الحساسية هل سيصدق الطبيب عندما يقول له ذلك الطفل من اثر الماء وماذا يكتب له من علاج عندما لم يجد المواطن ماء لكي يغتسل به وهو يعلم انه ينتمي لاغنى محافظة عراقية ففي ذلك الوقت يقوم بغسل ثيابه بالدموع التي تجري من عينيه علي نعيم لقناة دبل يوتي في وطن البصرة